اهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند فقرة ترند الترند هنكمن نفس اللي كنا بنتكلم فيه خلال اليومين 3 اللي فاتوا او بالاضاق الاسبوع الماضي لما فتحنا موضوع مهم جدا لعلاقة بالقيد المحلي والقيد الافريقي وكان هدفنا الصالح العام لكل الاندية وكرة القدم المصرية الفترة الجال ان القرار ده هيكون ليه تبعات مش السيزون فقط اللي احنا هنلعب فيه لا ده كمان لارتباط بالمواسم القادمة بتكلم في موسم او اتنين على الاقصر لكن في البداية امبارح كان فيه خطوة مهمة جدا من الاتحاد المصري لقرة القدم واللجنة الخماسية من خلال هذا المنشور واللي كان بتاريخ الامس 10-11 وفيما معناه ابتدى يشرح للاندية الخطوات اللي تم اتخاذها للتعديل الداخلي على موعد القيد اللي كنا انفرضنا بيها وتكلمنا عليها خلال الفترة الاخيرة وبالفعل حصل تعديل القايمة الاولى حتى يوم الاثنين 30-11 والقايمة الاضافية كل ده بالنسبة للدور المتازل قسم الاول لغاية 6 ديسمبر احنا قلنا من البداية 6 ديسمبر ده المعادل الرسمي اللي كان اتحاد الكرة هو اللي اختر به الاتحاد الدولي لقرة القدم وقال له 6 ديسمبر ده اخر موعد بالنسبة لي في القيد وبالتالي يحق للاتحاد المحلي هنا انه هو يتحرك في الموعد الداخلية وده اللي تم بناء على ان احنا كنا شرحنا ده خلال الفترة الاخيرة وحصل تحرك على المستوى الرسمي سواء من النادي الاهلي او حتى من اللجنة الخماسية اللي استجابت على الفور ويعدلت القيد طبعا لصالح الاندية المصرية في جزئية مهمة هنا في القيمة الاولى والقيمة التانية لان الناس اعتقدت ان القيمة الاولى الاخيرة 3011 فاي صفقة جديدة النادي الاهلي او اي نادي اتعاقت معاها وعايز ايدها مش هينفع ايدها الا بعد 3011 وده هيعمل مشكلة للقيد الافريقي لان القيد الافريقي اخره 3011 لا هنا ببقى في استثناء للاندية المصرية وده شيء متبع دايما لكل الاندية انك ممكن الاندية اللي بتشارك في افريقيا وهي بتأيد في القيمة الاولى الصفقات او القيمة القديمة او اللاعبين القدامى تقدر كمان تضيف الصفقات الجديدة عشان تلعب معك في البطولة الافريقية ده هيسري بالمناسبة على المقولين العرب لانه اول نادي مصر يلعب السيزون ده في البطولة الافريقية قبل الاهلي والزمالك والبرامدز لانه هو بالتأكيد مش معفي من الدور التمهيدي وبالامس كنا اتكلمنا كمان على خبر مهم جدا وكان انفراد لبرنامج الترند وهو متعلق بقرار الاتحاد الافريقي او تحديدا لجنة المصابقات والاندية فيما معناه بزيادة عدد القائمة بالنسبة لللاعبين للاندية الى 40 لاعب وفتح القيد بالنسبة للاندية المعفاة من الدور التمهيدي الى 30 نوفمبر وعدم ارتباطها بتاريخ 10 نوفمبر و30 نوفمبر فقط هارجع الجزئية دي بس انا برضو عايز اتكلم في جزئية مهمة لها علاقة بالقرعة اللي تمت اول امس قرعة المصابقات الافريقية دور الابطال والكونفيدرالية خلال الفترة القادمة اولا اول امس كان في اجتماع للجنة المصابقات والاندية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم استمر حوالي اربع ساعات بعد اجتماع اللي استمر اربع ساعات اجريت مراسم القرعة وقدامكم ها على الشاشة اولا دي قرعة دورة ابطال افريقيا سيزون 20-20-21 وطبعا اربعة واربعين نادي بيشاركوا في الادوار التمهيدي نتيجة طبعا ان في اندية كثيرة ودول كثيرة بسبب فيروس كورونا مش هتقدر تشارك في النهاية تم تحديد هذا الشكل وطبعا النادي الاه هيلعب في الفايز من المباراة رقم 11 و12 بطل الصومال مع بطل النيجر وبالتأكيد المباراة التمهيدي هتكون في الفترة من 27-29 نوفمبر الزهاب والاياب من 4 ل6 ديسمبر طيب ده مش دور الابطال فقط لا كمان الكنفيدرالية طبعا ده هنا اولا الاندية المعفاة الوداد الرجاء حرية كونكري الاهلي الترجي الزمالك تي بي مازينبي مامولي دي سانداونز فيتا كلاب الكنغولي واول اغسطس الانجولي ودول اللي معفيين من الدور التمهيدي وهينتظروا الفائزين في الادوار التمهيدي وبعد ذلك في حوالي 6 خانات للاندية اللي هتلعب دور التمهيدي هتلعب مع بعض في حال التأهل لدور ال32 دور ال32 هيتلعب 22-23 ديسمبر المباراة الزهاب والاياب 5-6 يناير طيب ايضا كمان قرأة الكنفيدرالية كانت بنفس الشكل وبنفس الاطار لكن طبعا عدد الاندية المعفاة من اداء الدور التمهيدي كان اكتر بنتكلم على 13 نادي لان هنا في 38 نادي فقط هم اللي يلعبوا الدور التمهيدي عكس لدور الابطال دور الابطال كان فيه 44 نادي وهي قصة ارقام انت بتحاول تشوف في النهاية الرقم اللي ممكن في النهاية يوصل ل32 عشان تبدأ تلعب المسابقة بشكل رسمي من دور ال32 الموعيد هتكون في نفس موعيد دور الابطال وقدامنا طبعا الفرق المعفاة من الكنفيدرالية نهضة بركان وفاقستيف شبابة القبائل سنة بيدرو من قدفوري النجم الساحلي بيرامدز المصري اهل ترابلس الليبي الهلال اوبايد السوداني اورلاندو بايرتز الجنوب الافريقي كامبالا سنة عدد من دور الابطال في بطولة الراقلية طيب هنا في نقطة مهمة جدا وانا بتكلم على هذه الجزئية وعلى هذا الموضوع بعد ما تعاملت القرعة قرعة الدور الابطال والكنفيدرالية لجمة المسابقات اجتمعت واتخذت قرارات انبارح كنا اتكلمنا فيها يعني بشكل سريع وقلنا ايه اللي حصل فيها ان الاندية زاد العدد لاربعين لاعب تقدر تأيدهم والقيد للاندية اللي مش هتلعب الادوار التمهيدية تقدر تأيد حتى تلاتين نوفمبر ومش مرتبطة انها تبعت عشر نوفمبر الحد الادنى اللي كان تلاتة وعشرين لاعب لما كانت القائمة تلاتين لاعب فبالتالي اصبح الشكل هيبقى ازاي كل نادي يقدر يأيد دلوقتي اربعين لاعب ما فيش اي مشكلة اوكي لكن الحد الادنى اللي هتسجله لغاية تلاتين نوفمبر تلاتة وتلاتين لاعب يعني معنى اضاق عايز تسجل الاربعين لغاية تلاتين نوفمبر سجل الاربعين عايز تسجل أقل من الاربعين اوكي بس تسجل تلاتة وتلاتين لاعب فقط لانه هو مديك مساحة تانية في انتقالات يناير انك ممكن تضيف سبع لاعبين اخرين طيب في جزئية مهمة برضو عايز اشرحها للناس للاتحاد الافريق ولجنة المسابقات والاندية اتخذ هذا القرار وزودت العدد لأربعين لاعب الامر مرتبط بفيروس كورونا وان في مباريات ممكن تتأجل او تتلغي او تتأخر بسبب ممكن فرق ما تعرفش تسافر او ممكن فرق يكون عندها اصابات كتير فبالتالي قالك لأزود العدد طب في ناس سأل تنبارح على السوشال ميدا تقولك طب ما انت زودت العدد الاربعين بس انا الاتحاد المحل عندي بيقولي تلاتين في اتحادات كتير على فكرة بتقول تلاتين في جنوب افريقيا على فكرة الامر متاح يعني مثلا قيبة ساندونز فيها حوالي اتنين واربعين لاعب الامر متاح فبالتالي في الجزئية دي انت بتعمل ايه انت بتسجل عندك التلاتين المتاحين في القائمة المحلية وعندك من قطاع الناشئين فريق الامل او فريق تسعتاشر سنة تقدر تأيد عشر لعيبة زي ما انت عايز لما تيجي تسافر الكاف قالك ممكن تسافر بالاربعين لعب ما عندوش مشكلة مش لازم تسافر بعشرين لا تسافر بالاربعين ما عندوش مشكلة التغييرات هتبقى خمسة اي فرقة مش هتقدر تسافر او اندعي حالات كورونا طالما ان فيه خمساشر لعب متاح لا انت هنا خسرين اتنين سفل ان هنا المسؤولية عليك لان 25 لاعب لما يقولون كورونا انت هنا البروتوكول الطبي ما طبقتوش بشكل كويس وبالتالي اتحلت ازمة القيد للقرى الافريقية وللقرى المصرية واصبح الامر الحمد لله يعني بقى جاهز بالنسبة للاندية خلال الفترة اللي جاي طيب اخرج لفاصل وبعد الفاصل عندنا الكلام مهم جدا برضو عن النادي الاهلي وتريند الاهلي واللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة